جدية شديدة ويعني بإحساس عالي بالمسئولية عند كل الناس الوضع صعب ويجب أنه كلنا نقف جنب بعض نحل هذا الوضع ما ينفعش أبداً أنه إحنا حنعود نرمي على بعض أصل ده عمل وأصل ده ما جابش وأصل ده جاب إحنا جايين في نهاية طبور الدول اللي عندها ذروة يعني إحنا شفنا اللي قابلينا اللي ترزعوا في الحيطة وشفنا الناس إزاي كلها رغم الأرقام اللي قدنا ألف مرة ومئة مرة كانوا من الشجاعة ومن القدرة على المواجهة ومن الحل ومن أن كل شيء بيتراجع أمام أننا ألحق إنسان أعالجه أو إني يعني أقدر إن أنا ألحقه قبل ما يموت فأرجوكم عايزين ننتقل بقى لمرحلة المواجهة كان في مرحلة قبل كده اللي هي يا حبيبي يلا يا بابا كده غلط يا ماما ما تعمليش كده انتهى أنا عايز بس أقولكم إن إحنا بقالنا أسبوع المرحلة دي خلصت إحنا بمرحلة إيد ولأكن صادقا واضحا مباشرا إحنا بمرحلة زيادة الأعداد واحد اتنين إحنا بمرحلة إنه إحنا بنشوف مستشفيات مش قادرة تاخد الناس أقول زي ما أنت بص قول اللي أنت عايزه إنما إحنا بنشوف ده بنسمعه بنشوفه بنقرأه عارفينه إيه السبب إيه الموضوع هتكلم فيه إنما فيه وأنا دايما كنت أقول لحضراتكم إيه اليوم اللي حتسمع فيه صوت المستشفيات هو ده اليوم الصعب لأنه العالم وعلى فكرة أنا مش عايز أدخل في حكاية إيه أصلا هو مين السبب وهما أصلا الناس عملوا إيه خلاص خلاص يعني ده خلاص ده موضوع تاني نحن نتحدث عن وباء بيجي لك حالات عايزة تتعالج يا إما تتعالج في مستشفى يا إما تتعالج في البيت عايزين أدوية عايزين كل حاجة ودولة كان عندها قدرة جيدة الفترة اللي فاتت إنها تستعد استعداد جيد ولكن بدأت الأرقام في القفص النهاردة الأرقام نزلت شوية بس الوفيات بتزيد هل هناك مستشفيات لا تقبل الناس؟ نعم كتير لا يعني في مستشفيات كتير طبعا يعني عشان بس بلاش التعميم وحيجي حد يقول عمر أديب قال لا بس الحالة دي موجود بدليل إن النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه مع السادة المحافظين طلع قرار أنا بعتبره أهم قرار طلع من أول هذه الجائحة أهم قرار طبعا الناس ما بتقراش البيانات بتاعد مجلس الوزراء إنه قال يا جماعة إحنا عايزين بقى المسؤولين يعدوا المسؤولين إيه؟ مش المسؤولين اللي هو المركزيين اللي هي تبقى وزيرة الصحة ولا لا 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 المسؤولين المحافظ والناس اللي مسؤولة عن المستشفيات الجامعية والناس اللي مسؤولة عن المستشفيات اللي هي الوحدات الصحية يعدي كل يوم يشوف إيه الحكاية ولا أخفيكم سراً ولا أخفيكم سراً وأرجو إن أنا حعيد الكلام ده ثلاثة أربع مرات بعد تحياتي لكل الأطباء وبعد المجهود العظيم اللي هم عملوه وبعد الشهداء الذين قدموهم والعمل الذي يقدموها يقدموها سيقدموه حتى الآن إن إحنا اكتشفنا إنه بعض وهم قلة بعض وهم قلة ده كترة ما بيرحوش المستشفيات بيرحوش غلوهم وبالمناسبة هذا الأمر كان موجود من قبل الكورونا دايماً أنا ياما أريد أخبار عن مستشفيات نروحها ما كانش فيها ده كترة بتوعها ما بيرحوش والمحافظ كان يروح يرفض المستشفى كله فالآن لأننا اكتشفنا إيه هو السبب أو إيه هو أحد الأسباب إن الناس بتروح في سرير يعني لن أزيع اسم المستشفى إنما في مستشفى حكومية فيها اكتشفوا إنه فيها 700 سرير فاضي ويالا تصطيع أن تقبل ناس ليه؟ لأنه الأطقم ولكن إحنا نعلم أن كل يوم السيد رئيس الهزرة يشرف بنفسه على التموين بتاع المستشفيات معدات الحماية بتاعت المستشفيات اجتماعات مستمرة من وزيرة الصحة ومرئيس الهزرة مع نقيب الإطباء دعم بالأدوية ملايين الجرعات أدوية ولكن في النهاية عندنا خلينا نتكلم بصراحة عندنا مشكلة في ناس تذهب إلى المستشفيات ولا تدخل ترجمة نانسي قنقر